الحقيقة في حدث مهم حصل اللي سبعد في القضاء المصري تحديدا قرار جمهوري بتعيين المستشار بوليس فاهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ولازم نهن المستشار بوليس فاهمي انا اشتغلت 25 سنة محرر قضائي طول حياتي تقريبا الصحفية قبل رأس التحرين فكان لي الشرف الحياة ان انا اتعرفت وعشت مع كل القامات القضائية الشامخة في مصر ومصر مليانة قامات قضائية شامخة كان من بينهم الحياة المستشار بوليس فاهمي يعني انا اعرفه من اقتر من 20 سنة وهو محام العام في الاموال العامة وهو مساعد لوزير العدل وفي 2010 لما راح عضو في المحكمة الدستورية وعايشت لما اتظلم كمان مع 6 من المستشارين الاجلاء ايام دستور الاخوان دستور العشيرة لما طلعوهم من المحكمة الدستورية بحكم دستورهم وبعد كده رجع تاني من المحكمة الدستورية والنهاردة او يوم الاربع حلف اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا الحقيقة قام قضائية شامخة خبرة عريقة في الدستور وفي القوانين وفي دستير العالم كمان وليه شغل مهم كمان في التعاون الدولي بنتوقع له كمان لان المحكمة الدستورية العليا محكمة رفيعة ومحكمة مهمة وبنتوقع له فيها نجاح كبير زي ما طول ما سرت وحقق النجاح ده وبالمناسبة دي كمان بنتمنى يا رب يا رب الشفاء العاجل للمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق الراجل من ثلاثة سابيع في حالة صحية حرجة الحقيقة ربنا يشفيه ويعافيه يا رب في المستشفى موجود وحالته حرجة ربنا فيه والشفاء وبعد ما هنينا المستشار بوليس اللي بنتوقع له زي ما قلت نجاح في رئاسة اهم محكمة مش في مصر اهم محكمة يمكن في العالم العربي كمان ومن اهم المحاكم في العالم محكمة لها تاريخ عريق ومشرف